كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الخير بلاغتك كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمام وفاضت مثل غيث من غمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى تأمل مجمل لسورة الإسراء وهي سورة مكية تتكون من مائة وإحدى عشرة آية هذه السورة سميت بالإسراء وهو السير ليلا السورة والإسراء هو السير ليلا وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكما تسمى أيضا سورة بني إسرائيل لأن الله ذكر فيها من أحوالهم ما لم يذكره في غيرها كما قال سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا وهذه السورة هي أول سور المسبحات التي افتتحها الله تعالى بتسبيحه وتنزيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وذكر في هذه السورة أعظم تحدي بالقرآن جاء في القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهذا أعظم ما جاء من التحدي بالقرآن لجميع المخلوقات ولو قدر أن يتواطى الجن والإنس وتجتمع عقولهم كلهم جميعا لأن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون ذلك سواء مجتمعين أو متفرقين وهذا أعظم تحدي جاء في القرآن بالقرآن وهذه السورة تمتاز بأن الله تعالى ذكر القرآن فيها باسمه العلم إحدى عشرة مرة مما يدل على أن مقصد هذه السورة هو التنويه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والقرآن أعظم كتاب نزل من السماء ولذلك جاء في ثناياها التنويه بالقرآن وأن أغلب الناس أعرضوا عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي إلى الطريق التي هي أقوى في الدنيا وفي الآخرة ومع ذلك تنكب عنه كثير من الناس وأعرضوا عنه ولم يعملوا به ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كما جاء في سورة الفرقان هذه السورة الكريمة لما نوه الله فيها بالقرآن العظيم افتتحها بالتنزيه وهو التسبيح سبحان الذي أسرى بعبده تنويها بشأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أسرى به من أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو محل رسالات الأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام ليدلنا على أن الله تعالى جمع في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تفرق من الفضائل في الرسالات قبله فاجتمع في هذه الرسالة كل فضيلة كانت في رسالة من قبله ليدلنا على عظم شأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي خلاصتها الوحي بالقرآن ولذلك تكرر ذكره بعدد لكن لم يكن في سورة من القرآن افتتحها الله بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده وختمها أيضا بالحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا افتتحت بالتسبيح وختمت بالحمد مما يدل على فضيلة اقتران التسبيح بالحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو ذا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مصطفى الله لملائكة أو قال لعباده يعني الكلام الذي اختاره الله للملائكة أن يقولوه أو لعباده من البشر أن يتلفظوا به سبحان الله وبحمده وأجمع صيغة يذكر بها المسلم والمسلمة الله جل وعلا أن يقولوا سبحان الله وبحمده لأن سبحان الله تجمع كل ما يتنزه الله عنه يعني تجمع التنزيه والتقديس لله جل وعلا من كل ما يتنزه عنه سبحان الله أنزه الله وأقدسه عما لا يليق به والحمد إثبات صفات الكمال لله جل وعلا فأنت تثبت صفات الكمال على وجه تنفي عنه صفات النقص جميعا سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله فهذه السورة الكريمة لما جاء فيها التنويب أعظم رسالة للبشر كان الله تعالى مستحقا للحمد وللتسبيح وللذكر وللاعتراف بفضله ولذلك ورد في هذه السورة عبودية الكائنات لله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا عصات بني آدم إلا عصات بني آدم فإنهم لا يذكرون الله ولا يسبحونه ولا يحمدونه فكانوا شذاذا عن جملة هذا الكون المسبح بقدس الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة جاء من الآية الواحدة من افتتاحها إلى الآية الواحدة والعشرين ذكر معجزة الإسراء وربط ذلك برسالة موسى عليه الصلاة والسلام ثم جاء في الآية الثانية والعشرين إلى الآية التاسعة والثلاثين وصايا جامعة عظيمة من الآداب الإسلامية العليا التي ابتدأها الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له في أول قوله سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال سبحانه تعقيبا على هذه التوجيهات الكريمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افتتحها الله بالتوحيد وختمها بالتوحيد والنهي عن الشرك وجاء من الآية الأربعين إلى الآية الثانية والسبعين رد على بعض شبهات المشركين وعلى كيدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتنتهم وإرادة فتنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الآية الثالثة والسبعين إلى الآية إلى آخر السورة توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظمه الأمر بقيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك لتكون هذه العبادة ثباتا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يعترضه نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد بآيات أتات مسك الختام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر